أفاد تقرير سري لمراقبية العقوبات بالأمم المتحدة أن ميليشيا الحوثي الانقلابية لم تشن الهجمات التي استهدفت منشآت شركة أرامك النفطية ما يعزز اتهام أمريكا لإيران بالمسؤولية عن الهجوم وذكرت ترويترز أن خبراء الأمم المتحدة المستقلين قالوا في تقريرهم أن ميليشيا الحوثي لم تنفذ الهجمات على بجيغ وخريس في سبتمبر 2019 على الرغم من تبنيهم المسؤولية وعبر محقق الأمم المتحدة عن شكهم في أن الطائرات المسيرة والصواريخ الكروز المستخدمة في الهجوم ذات النطاق يكفي لإطلاقها من الأراضي اليمنية وإنهم لا يعتقدون أن تلك الأسلحة تم تطويرها وتصنيعها في اليمن